صراع معقد متعدد الأطراف ومفاوضات سرية تقرر مصير البلاد بعيداً عن الشرعية مجموعة الأزمات الدولية حذرت من أن المفاوضات الثنائية بين السعودية وميليشيا الحوثي قد تؤدي إلى تجدد القتال وانهيار الأوضاع المنظمة اعتبرت المحادثات التي تجري بين الرياض والحوثيين بوسطة عمانية في حال جارت لمصلحة الميليشيا الحوثية ستفضل مرحلة المواجهة والقتال وسوف تشجع الميليشيا على التملص من المفاوضات مع المجلس الرئاسي مشددة أيضاً على ضرورة تأكد السعوديين من أن أي اتفاق مع الحوثيين يعيد المفاوضات إلى الأمم المتحدة فالاتفاق الذي سيحقق السلام لا يمكن أن يكون بين السعودية وميليشيا الحوثي فقط هذه اللقاءات بين الجانبين ليست الأولى بل مستمرة منذ سنوات حيث يرجح مراقبون أن السبب فشل هذه المفاوضات يعوز إلى سيطارة وتحكم إيران على جماعة الحوثي وإصدارها قرر التقدم في التفاوض أو تعطيله فيما تأتي الوسطة العمانية بعد تسعيد حوثي على الحدود من خلال الهجمة المباغتة واستهدافها حقول النفط في حضر موت وتلوح الجماعة الانقلابية بالهجوم على صافر وموانئ تصدير النفط في حال فشل العمانيون في مهمتهم الأخيرة المسار السعودي الحوثي يمثل مأزقا محتملا للأم المتحدة والقوى الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية وسط خوفات من عودة الحرب بعد أن توقفت الهدنة الأممية ترجمة نانسي قنقر